الأربع عنديها اللي بتشارك في أفريقيا يبقى لها تعامل رحيم شوية بالموعيد بتاعي ويراعى مبدأ تكافر فرص في المدد البينية أعتقد ده مطلب فير وعادل جدا الجمهورية تحدثت أهو قبل مباراته أمام بيرامنز الأهلي يرفض الحكام الأجانب والأهلي ما تكلمش إلا على حكام أجانب وهلا على حكام مصريين الأهلي تكلم على أخطاء التحكيم اللي موجودة اللي بيشتكي منها تمن أندية على حد تأكيد الأستاذ أحمد دياب يعني للأهلي طلب حكام أجانب ولا تجاب له حكام أجانب فرفضهم الأستاذ أحمد دياب قال لك عندنا رفض أو تحفظ أو شكوى من تمن أندية من أخطاء التحكيم اللي حصلة الوطن كمان قالت اتجاه لراحة الأساسيين أمام بيرامنز وده طبعا كلام الأهلي بيتعامل مع كل المباريات معاملة واحدة طبعا بالصدفة أنه الثلاث مباريات مفصليين شوية مباراة بيرامنز مؤثرة في صراع الصدارة لأن احنا بنتكلم أهلي بيرامنز بيرامنز بيتفوق على الأهلي بفرق نقطة وعنده 26 نقطة لعب 8 مباريات تعادل مطشين الأهلي لعب أو لعب 9 مباريات تعادل مطشين الأهلي لعب عدد مباريات أقل مباراة اتعادل مرة واحدة لكنه له مباراة مؤجلة إذن مباراة بيرامنز مهمة زي ما مباراة المريخ كانت مهمة جدا أن الأهلي يرجع يدخل صراع المجموعة الأفريقية الثانية ومباراة سانداونز أيضا مؤثرة فللأسف جمت ثلاث مباريات المؤثرين جدا في مسيرة الفريق السندي في أسبوع واحد أو في 8 أيام من هنا كانت المشكلة نطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل